في دماغي كده شوية أفكار شوية معلومات شوية أمور تتزاحم زحمة دماغي زحمة في ايه ان عايز اقولكو كل سنة وانطيبين احنا خلاص هنستقبل العشر الاواخر من رمضان فيهم في العشرة دول ليلة خير من الف شهر لا تساوي الف شهر هي خير من الف شهر شويتو مليانة خيرات بق ليلة القدر خير من الف شهر باختصار عشان ما تويش عليكم ما طولش وما تويش حضراتكم معايا هي ليلة قدر لأقدار الحلوة والخيرات كلها والنفحات وهي ليلة مباركة وهي ليلة يفرق فيها كل أمر حكيم تقدر ترسم حياتك تقدر تحقق طموحاتك فيها يفرق كل أمر حكيم كل حاجة حلوة كل الخيرات مستقبلك كله في الليلة دي قربنا اللي قال مش انا فيها يفرق كل أمر حكيم سيدنا جبريل بيشرف الكرة الارضية الروح امين الوحي جبريل عليه السلام بيشرفنا في ليالي القدر شوفت تنزلوا الملائكة والملائكة معاه كمان نا طبعا تنزلوا الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام من كل أمر سلام مليانة غير ليلة القدر هي ليلة القدر حتى مطلع الفجر فما فيش بني آدم طبيعي يتعرض عليه العرض ده وإلى خصة أنا مش فاضي أصلا أنا ما عزوهم على الفطار فطار مين فطار مين يا حج فطار مين يا حجة احنا قاعدنا لها ده احنا مستنيينها ده ليلة القدر دي ده احنا بنستنيها من السنة للسنة ده أفضل أفضل من ألف شهر أفضل من عبادة 83 سنة وتلت فيها الخيرات والنفحات والبركات اللي عايز شفا حيلاقي اللي عايز عفيا حيلاقي اللي عايز رزق حيلاقي اللي عايز سعادة حيلاقي اللي عايز ستر حيلاقي اللي عايز فرج حيلاقي كل حاجة هتلاقيها في الليلة دي لا وهدولك باز ده أنا أنا قاعد لها أنا مستنيها فين التمسوها في العشر الأواخر وكتير علينا عشر ليالي اقول لك نا بس النبي قال في الليالي الوطر ماشي الليالي الوطر خمس ليالي ليلة واحدة عشرين وثلاثة عشرين وخمسة عشرين وسبعة عشرين وتسعة عشرين طب والليالي الشفعة تعمل فيها ايه هتوقت تاكل كنافة وقمر الدين هنعبد ربانا دي منحة رمضان بيطير الوشارة رمضان يعني بيطير مننا نلحق منه حاجة اللي قصر في العشرين الاولانيين اقول له عندك فرصة والله ربنا هيقبلني هيقبلك هل حقا عوض نفسك هتعوض نفسك اللي قصره في قراءة القرآن عندك الليلة هو داخل عليك ليالي القدر خلونا نطلع لفاصل ادي اول فكرة بس في دماغي بتزحمني عايز اتكلم فيها فيش فت افكار تانية نتكلم فيهم بمشاعة الله تبارك تعالى بعد ذلك الفاصل ابقوا معنا اكرمكم الله اشتركوا في القناة